انطلقت القافلة الثانية من مساعدة وزارة الأوقاف محملة بخمسين طن لحوم للأشقاء في قطع غزة وكانت القافلة الأولى من مساعدة وزارة الأوقاف قد انطلقت أمس إلى معبر رفح تحمل مئتي طن سلع غذائية مقدمة من وزارة الأوقاف المصرية لأهلينا في قطع غزة كما تستعد مؤسسة صناع الحياة لانطلاق القافلة الثانية إلى قطع غزة تحت مظلط التحالف الوطني للعمل الأهلي التلموية تضم قافلة صناع الحياة ما يقرب من 33 شاحنة منقسمة إلى شاحنات للمواد الغذائية وشاحنات للمياه وشاحنات للمستلزمات الطبية واحتياجات الأطفال احنا بنحاول على قد ما نقدر بنبذل كسارة مجودنا عشان نساعد أخواتنا في فلسطين بنجهز لهم كاراتين فيها مواد غذائية توصل لهم ان شاء الله فيها ميا مواد جافة عشان تسندهم احنا النهاردة موجودين من خريال 200 متطوع بنشارك في تعبئة كاراتين غذائية ان شاء الله تتحرك في القافلة الثانية ضمن القافلة حالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لأهلينا في غزة بنبدأ من خلال المتوعين تقريبا كل العمليات بداية من الكاراتونة نفسها اللي لسه محتاجين نقفلها نبدأ نحط فيها المنتجات الغذائية بتاعتنا نبدأ نوصها بشكل لوجست المناسب البناء عليه بتدخل وبتسلم زمياننا في الهلال الأحمر الفلسطيني في الناحية الثانية من الأراضي الفلسطينية بنتأكد من جودة المنتجات بنتأكد من جودة الكاراتين بنتأكد ان كل العمليات بتؤاهل الكاراتين ان هي تكون بتوصل بشكل ما يحصلش فيه أي هاد ده كله بيتم من خلال المتطوعين النهاردة احنا موجودين هنا من اكتر من محافظة موجودين اكتر من 170 متطوع عشان نشارك في تعبئة 5000 كارتونة دي كارتونة غذائية هتكون بتوصل لأخواتنا في غزة بإذن الله يعني يمكن بنكلمكم النهاردة وفي خلفية زي ما بقول دايما عليهم خلية نحلة من المتطوعين شغالين بعزمهم وبقوتهم كلها جايين من محافظات مختلفة جايين من مسافات بعيدة سكندرية منوفية قاهرة جيزة ومحافظات تانية كمان يمكن ده مش أول يوم لنا ده تالت يوم لنا بنعبي وبنجايز للقافلة التانية لأهلينا في غزة بيكون بدايات ان احنا بتحرك مع التحارف الوطني ان احنا مؤسسة من ضمن مؤسسات التحارف الوطني التحارف الوطني بتحرك بالشحنات كلها للمؤسسات المختلفة بنتوجه اول حاجة لمديرة العريش بنعطى العربيات هناك بنتأكد ان العربيات مرصوها صح عشان ما يكونش فيه بلتات تضررت من اعمال الطريق ولما بنلاقي ان فيه كاراتين متضررة من اعمال الطريق بننزلها وبنعيد تعبيتها من اول وجديد ومنحملها عشان تمصل لأهلينا بشكل كويس نشغالين ان احنا بنعب الكاراتين العب في المكونات اللي هتروح ان شاء الله نتحدد نتبنع على احتياجات الناس هناك في غزة